اشتركوا في القناة مازال صدى حضوره في الوجدان المصري والعربي والافريقي وهنا تقدر تعتبرها بقى مفرقة قدرية تقدر تعتبرها معنى مصري بس خلونا نحكي حكاية حكاية تدعو للتأمل قبل وفاة الرئيس جمال عبد الناصر بحوالي ست شهور كان القتال على أشده في واحدة من أشرف وأشرص الحروب وهي حرب للسنزال عمليات نوعية متعددة بطولات لا تحصى لأبطالنا بتتنفذ خلف خطوط العدو وقتها ما كناش لسه امتلكنا حقق السواريخ أو ما كانش اكتمل بناءه وقصة بناء حقق السواريخ نفسها قصة تستحق الخلود لأنه تبنى بالدم في الوقت ده وتحديداً يوم 8 أبريل سنة سبعين ومن أجل إيقاف طوفان الهجمات المصرية ارتكب العدو مجزرة بح البقر ضربت الطيرات الفانتوم مدرسة الأطفال راح دحيتها وقتها 30 طفل وتصاب 50 حدث بشع اهتز لي العالم وكانت البداية لمبادرة روجرس علشان نبدأ بجد الإعداد للمعركة الكبرى في أكتوبر 73 المعنى بيتجسد معنى الكبرياء المصري بيتجسد بعد 51 سنة سمعنا تاني اسم بحر البقر مرة تانية واسم بحر البقر بيتسجل المرة دي في الموسوعة الدولية للأرقام القياسية كإنجاز مصري الكلام ده حصل مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي امبارح أكبر محطة تحليط مياه في العالم كان صعب مجرد الاسم والمعنى يمر من قدامنا مرور الكرام من 51 سنة العظيم صلاح جاهين كتب انتهى الدرس لمه الكراريس النهاردة مصر والمصريين بيعلموا العالم درس جديد في كبرياء الأمم في حلقة اليوم ما هي استراتيجية مصر للمياه؟ كيف تشكل معركة التنمية عنصراً أساسياً في مواجهة التطرف والإرهاب؟ لماذا يشكل ملف التعديات بشكل شامل تحدياً للأمن القوم المصري؟ وبين هذا وذلك هل نعاني أزمة رأي؟ أم أزمة رأي؟ بلا معرفة يلا نبدأ حلقتنا حين يسطر الحزن خيوطه على وطن بكامل أبنائه يصبح المشهد هكذا لم يكن الزعيم جمال عبد الناصر قد تجاوز الثانية والخمسين من عمره حين وفته المنية في إثر أزمة قلبية تعرض لها بعيداً عقاد مؤتمر قمة عربي بالقاهرة مفردات واحدة شكلت المشهد في كل أنحاء الوطن العربي حينها الملايين في جنازة الزعيم منتشرون في شوارع القاهرة وأكثر منهم في جنازات رمزية بالمحافظات ومثل ما هو الحال في القاهرة كان كذلك في دمشق وصنعاء والجزائر والعواصم العربية والإفريقية الأخرى صدمة فراق دمع ألم وحداد عام وتنكيس أعلام وكأن الوطن كله صار دولة واحدة ومن قيادات الأمة والعالم شارك الكثيرون في جنازة الزعيم جمال عبد الناصر جنازة الزعيم جمال عبد الناصر عكست كم كان تقدير وطنه والعالم لما قام به من جهد داخلياً وخارجياً فهو من كرس مبدأ التكافل الاجتماعي والمساواة بين المصريين كافة عبر سلسلة قرارات منها الإصلاح الزراعي ومجانية التعليم وتأميم القناة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية خارجياً جعل جمال عبد الناصر العروبة واقعاً سياسياً لا مجرد انتماء عاطفي وجعل مصر رقماً شديد الأهمية إقليمياً وعالمياً ولو أن مصر لقيت هزيمة عسكرية قاسية في عهده إلا أنه كان من الشجاعة ما جعله يتحمل المسؤولية قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي وما هي إلا أيام حتى قاد جمال عبد الناصر جهد إعادة بناء القوات المسلحة وقيادة حرب الاستنزاف والتجهيز لمعركة الكرامة لكن كريمة النهاية حلت قبل خوض المعركة بنحو ثلاث سنوات رحيل لم ينل من خلوده في قلوب الملايين أهلاً بحضراتكم من جديد طرحنا أربع أسئلة في بداية الحرب ثلاثة منهم هنجاوب عليهم مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور في فقرتنا الحوارية لها الأسئلة المتعلقة باستراتيجية المياه ومعركة التنمية وارتباطها بالحرب على الإرهاب وكمان ملف التعديات بصورة شاملة وما يمثله من تحدي للأمن القومي المصري لكن السؤال الرابع وإحنا قلنا في البرنامج ده قبل كده إن إحنا بنفكر سوا خلونا برضو نفكر فيه سوا ونشوف الأجابة بمعنى هل إحنا بنعاني من أزمة رأي حرية رأي والتعبير يعني ولا بنعاني من أزمة آراء بلا معرفة حرية الرأي والتعبير مؤكد إنها الرئة لأي مجتمع وبالذات للذات حالتنا اللي بيشتغل في العمل الصحفي أو الإعلامي لكن حرية رأي بلا معرفة بتبقى ترويج للجهل ولما ترويج للجهل في حالة بلد بتاخد معركة بناء وتحديث حقيقية بيبقى الموضوع في منطقة الخطورة وهنا أنا فعلا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي لأن باوننشاسع بين المعرفة والجهل ما بين حرية الرأي وفوضى الفكر وعكم الأفكار مش شعرة زي ما الناس بتقول لا دفاصل ضخمة الأمم تبنى بالعمل لا بالكلام الفارغة يعني ما ينفعش لمجرم رغبتك في جعل مصر مادة حوارية علشان تشبع ذاتك في الحكي تصدر للناس وهم بأن هناك أزمة حرية وأزمة تعبير لأن ده مالوش علاقة بالمناسبة بقصة الرأي والرأي الآخر ده ليه علاقة بالمعرفة المعرفة اللي هي حجر الزاوية في معركة الوعي بالمناسبة أنا من أشد المؤمنين بمقولة الفيلسوف الفرنسي فولتير قد أختلف معك في الرأي ولكني مستعدة أن أدفع حياتي ثمناً لحقك في التعبير عن رأيك بس فولتير قال أدفع حياتي تمن ما قالش بلد كاملة تدفع التمن من باب التلاعب بالعقول خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا والإجابة عن باية أسئلتنا مع ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المساوط تعتبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد الأكبر من نوعها في تاريخ مصر والشرق الأوسط والمشروع الأهم في تنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة مليار ومئتي مليون دولار وتعمل بمعالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب كل سنة وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد أربعمائة ألف فدان في شمال سيناء كما تنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية يبلغ طول مصرف بحر البقر حوالي 190 كيلو متراً وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد خمس محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية وينتهي بصرف ما بداخله في بحيرة المنزلة وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40 ألف فرصة في مختلف المجالات بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترعي والمجال المائية وأعمال البناء أهلاً بحضراتكم من جديد قلنا نرحب بكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور أهلاً يا أستاذ أحمد نرستين إذا أنت المنور ومبروك على البنامج ومعايدة جديدة إن شاء الله وتكون مطلقة مختلفة بشكل أفضل وأحسن كما هي عادتك يا إن شاء الله شكراً أستاذ أحمد أستاذ أحمد إنت حضرت مبارح اختتاح أكبر محطة معالجة نياه في العالم شفت رسائل الرئيس من الأمس إزاي؟ أولاً يعني آآ أكبر مخطة لمعالجة نياه إحنا بقينا متعودين على كلمة أكبر مع رئيس سيسي أكبر محطة أكبر مشروع قوم للطرق أكبر مشروع لإستصلاح الأراضي وإستزراعها آآ ده ده المشروع القرن حاجة ده المشروع القرن يعني بقيت متعودة على كلمة أكبر ديت ومبتتقلش كده لأ ده بتقل بشهادات دولية إنه ما يحدث في مصر الآن بشكل عام بقى كمان هو أكبر عملية تنمية بتحصل لدولة ربما في التاريخ إنك شغل في كل المجالات وفي كل القطاعات بشكل متوازي ما فيش حاجة مستنية حاجة مفترض نشتغل حتى رئيس الوزر الدكتور مصدد بقال إن هذه الأمور اللي بتحصل في سينيا كانت مفترض بتحصل بعد يعني بالتوالي لكن الرئيس قالك لا تحصل بالتوازي شو ما عندناش رفعيش الوقت فرسائل الرئيس المبارح أنا واخد بقولك دي ليه لإنه رسائل الرئيس المبارح لازم الناس تفهمها في إطار أنه أنت أمام رجل يريد أن يبني ويبني بلد بسرعة لإنه ما بقاش عندك وقت تضيعه ولا بقى عندك سروة ضيعها ولا عندك إمكانية ضيعها بلدك كانت على حفة الانهيار صحيح؟ وبالتالي أي يوم بيفوت أنت الخسران كمواطر مش حد تاني أنت اللي بتخسره فكرة في أي ملف التحديات بتحولها للستراتيجية وبتنجز وبتنجح يعني أمن المياه أو تحدي المياه في خطوط عريضة فيه لأنه أنت لما تيجي الحصة سابتة عدد السكان بيزيد إحنا أريد الحصة سابتة بس أريد إحنا بنعاني من فقر مائي بالأساس بالضبط أنت لما تيجي تبص بقى على التحديات وإزاي بتتحول الاستراتيجية وإزاي بتقدر تحولها للإنجاز ونجاح بتجي نفسك قدام رئيس مش باصص في ملف واحد ده حاطت خريجة مصر قدامه وحافظها وعارف احتياجات كل منطقة إيه وعارف هيشتغل في ده إزاي والمشروع ده هيكمل ده إزاي لما تيجي مثلا في موضوع زي موضوع المياه موضوع المياه كله بيتكلم على النقص المياه من زمان وإن إحنا تحت خط الفكر الماء وفيه تغيرات الملاخ بتأثر عليكم لكن مين اشتغل على فكرة لا أنا مش هاعد أقول أنا عندي أزمات ده أنا عندي مشاكل لا أنا عندي قدر أن أنا حل عندي قدر أن أنا واجه عندي رؤية عندي رؤية وإرادة بالضبط فعشان كده اشتغل على إيه اشتغل عندك 55.5 مليار متر وكعب مش هينقصوا سنتيمتر واحد ولا هينقصوا ويزيدوا ويزيدوا إن شاء الله تمام اتنين لا مش هسكت على كتر هشتغل في تحليق مياه البحر هشتغل في معالجة مياه الصرف هشتغل في المياه الجوفية هشتغل في كل ترشيد المياه نفسها ده ده أول حاجة زيادة الموارد اتنين هشتغل في ترشيد المياه تلاتة هشتغل في تحسين استخدام المياه تحسين وجودة المياه نفسها تمام وجودة المياه فانت شغل على كل ده ليه لإنك أنت الأصل إنك محتاج ما يزيد عن مئة مليار متر وكاعة بسنوية من المياه صحيح انت دخلك الحقيقي كله على بعضه خمسة وخمسين ولو تجيبت على مشوية المياه الجوفيه بتتكلف في تمانية وخمسين او ستين بالكتير يعني انت ناقصك كم ضخم من البيئات طفاله ازاي؟ لازتوا عندك رؤية واستراتيجية لان كمان انت زيادة السكنية شغالة احتياجاتك للتنمية شغالة طيب وبالتالي الناس كلها ببوسط وقولك طبطين الترعة ده جزء من استراتيجية استراتيجية انك انت بتوصل المياه الاخر المسائي او اخر ترا يعني كمان بتوفر هدر المياه اللي كان بيحصل اتنين وعادت خريطة المحاصيل بالضبط اتنين الرايب الترقيد او الراي الحديث انا عايز ولك الحقيقة هذا الموضوع تحديدا الرايب الترقيد او الراي الحديث ده ده محدش حيعرف انتو غير ما يستكمل وتبص على مصر بشكل مختلف ليه؟ يعني هيوفر لك كم ضخم من المياه وهيخليك تقدر تستخدمها في مناطق مختلفة ليه؟ انت شغال في البيت واحنا كده انا على فكرة احنا نعتبر افضل اه دولة في دول حوض الميل في استخدامها للمياه استخدامها بالضبط بالضبط لانك عالف لها نقطة عندنا لها تمام لها تمام وبعدين انت شغال في التنمية شغال في استصلاح شغال في في مضاعفة الرقعة المعمورة في مصر من سبعة في المياه الفين واربعتاشر النهاردة انت بتتكلم فاربعتاشر في المياه وان شاء الله هتزيد عن كده ده معنى ايه؟ انك بتستصلح اراضي ادلت الجديدة لوحدها حوالي اثنين ونص مليون فدان النهاردة الامبارح الرئيس بيتكلم عن نص مليون فدان جديد في سينة عندك تشكة حوالي من مليون ونص فدان عندك الريف المصري مليون ونص فدان بانك الدولي كان عنده تقرير بالمناسبة في مسألة التنمية دي ان انت محتاج تضاعف ميتك بشكل معين كان المياه توصل للكرة وتوصل لكلام دي وكل فانت لو متبص على الصياق كله فتجد ان فعلا ان الرئيس مليون بيقوله ان اللي بيحصل ده فوق الخيال هو حقيق فوق الخيال فوق الخيال وبالمناسبة اي حد فينا لما يبص بتجرب هيكتشف ان اللي بيحصل ده فعلا ما كانش يحصل ولا 50 سنة لانه ما حصلش في 50 سنة فاتت ولا 100 سنة فاتت فما كانش يحصل ولا 50 سنة لان تحدياتك كثرت خلي بالك ده احنا بنتكلم في ارقامنا في زحمك عشان على الفكرة هم نتكلم في ملف واحد في ملف واحد تمام وبتتكلم في ايه في تحسين ملف اسمه تحسين المياه او استخدام المياه مية واربعين مليار لوحده وزير الرأي قال ان خطتنا لملف المياه لغاية الفين وخمسين محتاجة ميت مليار دولار يعني محتاجة تقريبا اتنين تريليون جنيه او تريليون جنيه طبعا عشان ده ملف واحد اسمه المياه تب ازاي جبته ازاي ده مش كده بس انا انا هكلمك في اسكان ولا هكلمك في مياه ولا هكلمك في طرق هكلمك في ملف ما حاجة في كلفية تكلفة الامن في مصر شخص يسأل مبارح ان كل مشروع يقام في سينة الجيش مكلف بتأمينه لان الارهاب لا يريد ان تعمر سينة ولا يريد ان تعمر مصر وهو ده بقى البعد التاني لفي الواسقر معركة التانمية ودورها في مواجهة الارهاب ايوه تكلفة الامن هاتش تكلم فيها والرئيس ما تكلمش لانه لانه مش هتكلم فيها دي حاجة تانية لكن دي تكلف قد ايه انك تأمم بلد كده بتواجه ارهاب وتواجه مخطط فوضى تحديات على كل التجاهات تمام وبتواجه تحديات على الاربع التجاهات وبتواجه مخطط فوضى ومخطط تدمير وانت قدرت الحمد لله تفرد الامن تفرد سيطرتك وتقول لي العالم كله مصر واحد امان وبلد امان وما تقلقوش وتعالى السصمة وتعالى سائح وتعالى شوف الالسصفات في مصر تكلفة اقديه حاش كلم فيها ليه؟ رغمنا ده ملفة ضخمة جدا كلمك عالاسكال الابتماعي؟ تب بلاش هكلمك عالطرق؟ لا بلاش هكلمك على العشويات بديل العشويات؟ تمام انا هقولك على حاجة تمام الناس كانت قاعدة في العشويات وساكتة وكانت ما وصابة بما هو فيروس سي وساكتة وحدش بتكلم وحدش بيعالجهم حدش انتبه حدش انتبه لما جاء رئيس حدش انتبه فاكر فاكر يعني انا اسف الطابير المهينة اللي كانت بتبقى قدام بعض البعثات ايه؟ الديبلوماسية ويتلوبوا منهم روح حاتل اول ان انت معندكش فيروس سيه عشان تاخد عقد العمل اه اه انا كنت باشوفها انه قريبا مننا من دار الله وغزة بيوسف فاه..جام المجلس بوض المجلس الطب او المجلس الطبان المتخصص لو تفتج طيب جا رئيس النهاردة عندك أسمرات واحد وتلاتة عندك أسمرات واحد واثنين وثلاثة البشاير واحد واثنين أهلينة رضة السيدة عندك خمسة مليون اتعالجوا من فيروس سي جيبت لنا إزاي واهتمت بدي إزاي وفكرة الإنسانية اللي عندك دي هي فكرة التحويل للدولة النموذج نفسها النموذج يعني من دولة على حفة السقوط وهتتصنف كدولة فشلة أيوة كنا رحيل كنا رحيل أيوة احنا التصنيف الاقتماني بتاعنا كان نازل سالم سالم واحتياط النقد بتاعنا كان ايه واحتياط السلع الستراتيجية بتاعنا كان ايه والكلام ده كله لدولة النهاردة هي بتعتبر الدولة النموذج يعني البنك الدولي أو صندوقنا ده قبل ما يتكلموا مع أي دولة يقول لهم شوفوا مصر انجحوا زي مصر لأ وايه خد تجربة مصر في بارسي طبق خد تجربة مصر في بداية العشوية طبق خد تجربة مصر في تغلب على لازمة الطاقة خد تجربة مصر في المشروع القومة الطرق وطبق خد تجربة مصر في الإسكال الاتماء وطبق خد تجربة مصر بس محدش عارف يا محاكة كريمة مش عارف محدش عارف يا محاكة كريمة ليه بقاه؟ صعب قوي صعب جدا صعب قوي لأنه كمان ما حدش يعني الناس حتى انت مهما تقرأ الصورة بتختلف لا 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 يعني بشوف في برنامج زيملة أحمد أبو زيد المبادرة بشوف التقارير الشوارع دي صعب العمل طبعا صعب العمل فيها بص الحياة كريمة والفكرة كلها حتى في حياة كريمة هي في إعادة سياغة الموارد بعدها فكر إدارة وحاجة بقى تاني أنا ابن قرية من الصيد ابن عمد ابن قرية فأنا شفت وعشت مع الناس أهالينا في الكرة دي معاناته مع حياته في بيت مبني إزاي ومصروف إزاي فحارة صغيرة مية نظيفة في المدرسة لما يحتاج حقنة أو كابسولة عشان عنده مغرس لازم يروح المستشفى المركزي لو لدغ بتعبان أو عقربة أو عقرب لازم يروح مع راشة فين عشان يخلص بطاقة أو يخلص أي حاجة ورق لازم يسافر العاصمة بتاعة المحطوط أو يضطر يجي الكاهرة أنت النهاردة بتقوله لأ أنت تستحق أن تتعيش حياة كريمة لأنك مواطن زيك زي اللي في الكاهرة وده بقى المفهوم المصري الحقوق الإنسان هو ده ما أنت خلقت هنا برضو فكرة الدولة النموذي بالزبط طيب البعض ممكن مش بيقول لا البعض قال أنه والله الاستراتيجية الوطنية اللي حقوق الإنسان دي كلام لطيف أوي بس هي تفرق إيه يعني عن نصوص الدستورة البعض قال هذا الكلام تفرق حتى تفرق أنك إنت ما كنتش مطالب كدولة لأنك تطلعها أصلا وتعملها بالزبط وبالتالي كنت إنت طلعت هزي اشتعلت عليها كم سنة تمام ووعدين عملتها مش لواحدك ما طلعتش كده قلت لها شريك شريك مع المجتمع المدني مع المنظمات مع البرلمان مع الشباب بمعايير دولية وفق المعايير الدولية وفي منظمات دولية كمان وإنت كدولة بالفعل أنجزت في الملف تمام فإنت بتقول أنا أنا بلزم نفسي بزي الأستراتيجية وعندي خمس سنين هتطبقها فيها لا وكمان فكرة أن أنجزت في الملف من غير ما تمسك جرز أنا بعمل كده بالزبط أن هذه الأستراتيجية جاءت بعد أن أنجزت في ملفات كسيرة جدا هو الخلاف إيه بصراحة شديدة الخلاف أنك أنت وضعت المفهوم المصري لحقوق الإنسان وده نموذج آخر بدأ العلم يلتفتي اللي بدأ يقولك بصوا نموذج المصري هذا النموذج المصري يرضي المواطن يحقق طموحاته أحلام المواطن لكن لا يحقق طموحات السبوبة وده كاكين حقوق الإنسان ولا يحقق طموحات الدول اللي كانت بتتصياد لك في هذا الملف آه لوما كان بيتعامل مع فكرة ملف حقوق الإنسان كأداء أو وسيلة مش غاية بالضبط تمام ومحصورة في عدد معين هو ما يفرش ما هقول إنسان لمئة مليون ما يفرش إن المئة مليون دول يتعالجوا أو يسكونوا بحياة كريمة أو يعيشوا حياة كريمة أو يلوه كرامة وتكافل بتحميهم من التساول أنا آسف يعني هو يفرم معاه سيم من الناس خالف القانون وارتكب جريمة مجرمة أو وقع مجرمة وفق القانون فطبك على القانون لا ما يطبكش على القانون اللي نتابعنا بس هو لما بيحصل حاجة في بلده آه لا ده يقلب الدنيا ويسحل وشرطته تسحل وما فيش مجال في الفاوضى عنه أما عندك إنتا لا 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 فين حقوق الإنسان لا أنا عندي حقوق الإنسان هعلمها لك حقوق الإنسان أول حق مش أنت تتكلم عن بس بس وإحنا علشان برضو المعنى ده يسير هو إحنا لما بتشتغل في ملف حقوق الإنسان هل بتبقى عنينا على الغرب؟ لا خالص كنا زمان كنا عيني على الغرب النهاردة يعنيك على المواطن من مصر بالزبط الغرب هو اللي عينه عليك بالزبط لأنه بقى لاحظ إيه لاحظ إن القيادة النهاردة وقفة على أرض صلبة لإني وراها مئة مليون عارفين إن الكادة دي وطنية هختلف معك في بعض التفاصيل في بعض الكرار لكن في الأساس أنا عارف إنك كيادة وطنية وعارف إنك بتعمل لصالح البلد وعارف إنك إنت راجل هدفك إصلاح كل ما تم إفساده على مضع عقود طويلة جدا وبالتالي أنا وراك عندما يكون الشعب خلف قيادته في يديها صلابة ويديها قوة ويديها قدرة وإرادة وتحقق الإنجاز وتحقق الإنجاز تمام؟ وبالتالي إنت مش بوصص الغرب أنا بحقق هنا عجبك اللي أنا بحققه خير مش عجبك أنا أنت ما تفرقش معايا لأن أنا صحب قرار أنا بقيت صحب قرار لأن أنا ببني وقرار مستقل وقراري أنا مش قرار حد تاني لا يملع علي شيء مش مستني من أنك تملي ومش أقبل أنك تملي تعامل معايا بهذا الأساس وتعامل معايا بالند بمعنى أنا دولة مستقلة عايز تعامل معايا كشريك أهلا بيك تعاون أهلا بيك شراكة على عينك يمكن الصياق ده هو اللي سمح لنا بسياسة خارجية منضبطة بهذا الشكل ومتوازنة ومتوازنة ومنفتحة على العالم كله وشراكات استراتيجية مع يعني التضاد العالمي النهاردة وده نموذج كمان كتب فيه وإنت تعلم أن تأثر مني ومتوازنة مني كتب فيه برا وكتاب ومحالين كورسول كتبوا عن إزاي السياسة الخارجية المصرية بتضار بهذا الزكاء وهذه الكدرة من الاستقلالية وهذا الانضباط وهذا الانضباط إنك إنت إرايح الشرق لك علاقات مع الدول الشرق وليك علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي دي بتأثر على دي ولدي بتأثر على دي علاقات قوية هنا وعلاقات قوية هنا وأوروبا ليه؟ ليه ثلاث حاجات في تصوري واحد أنك أصبحت مستقل في قرارك وغير ومنضوي تحت لواء أحد أنت لواءك فقط هو دولتك وعلمك الإرادة المصرية لن تعالوا فوقها إرادة واحد اتنين إنك صاحب رؤية في القضايا الإقليمية والدولية ورؤية تثبت سلامتها تثبت سلامتها تلاتة إنك إنت قادر تحقق أمنك وتحقق أمنك القومي على المستوى الأمني والاقتصادي وكل وسياسي دون أن تكون تحت سيطرتك وفي بعد تاني خاني أسألك عليك يا مان يا أستاذ أحمد بس بعد الفاصل ناخد الإجابة زيادة أو زيادة تراكم الكم الاستراتيجي لمصر في السبع سنين اللي فاتوا خليناكم منك الإجابة بعد الفاصل فاصل ونكمل حوارنا مع الأستاذ أحمد أيض ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصر أستاذ أحمد كنت بقول لحضراتك قبل الفاصل كمان فكرة تعزم التراكم الكم الاستراتيجي لمصر في السبع سنين اللي فاتوا أو هو ما بنقول عنه استلاحاً امتلاك القدرات أو امتلاك عناصر القوة الشاملة للدولة ما هو أنت ما كنتش تقدر تعمل كل ده من غير ما تمتلك عناصر القوة الشاملة لا أنت استعادت المكانة والتأثير لأنك امتلاكت هذه العناصر امتلاكتها لأنك اشتغلت عليها بشكل جدي ووفك رؤية أنت مش بس يعني رممتها أو أصلحتها لسه والله أقول لك أنت مرقعتش مرقعتش أنت عملت رؤية حقيقية عشان تبني قوة استراتيجية حقال الدولة وهو قال الرئيس قال أنا بابني دولة تمتلك عناصر القوة الشاملة دولة قوية دولة عفية استخدم كلمة عفية لأن العافي محد الشياء كله قملك لازم نبقى دولة عفية في ظل الصراعات اللي بتحصل والصراعات الدولية والإقليمية لو ما انتش دولة قوية أنت هتبقى مستباحة تبقى دولة قوية زي المجد الإقليم العربي في آخر عشرين سنة كان إقليم مستباحة بالضبط محد الشيء قدر ينكر ده بالضبط ليه؟ لأنه كان ضعيفا كان لا يمتلك عناصر القوة الشاملة وكان لا يمتلك أي قدرة على التأثير أو حفظ مكان النهاردة دولة كدولة مصر كتلة الصلبة الكتلة الصلبة اللي قد تحافظ على استقرار المنطقة بشكل كامل نهاردة بس تحافظ على استقرار المنطقة يا أستاذ أحمد أنت أفسدت مخططات أفسدت مخططات وبتعيد بناء فكرة الدولة الوطنية في المنطقة مرة أخرى وفكرة عودة العواصم العربية مرة أخرى معي عواصم التأثير العربية عواصم التأثير العربية أعدت دعم قوتك المسلحة نهاردة بتحتل مكانة قد إيه حدت على فكرة على القوة الداخلية الأمن الداخلي الشرطة نهاردة عملت إزاي قدرتك على البنية الأساسية اللي خلتك دولة جاذبة للإستثمار وآمنة المعالجة الشاملة للإرهاب بفكرة التنمية ماهو ده بقى اللي أنا عايز أجيلك بقى كانت بتقتل البيئة اللي ممكن تحتضل أنا أحجيلك بقى إيه كأثر كمان إنك لما امتلابت عناصر القوة الشاملة عملت إيه؟ واحد قدرت تهزم الإرهاب لوحدك لطلبت معاونة ولا قبلت إن قوات تدخل عندك عشان تحارب نيابة عنك لا داشتك شرطاتك يحارب أنت اللي بتحارب نيابة عن العالم أنت اللي بتحارب نيابة عن العالم وبتحارب في كل اتجاه عملت المعادلة المصرية اللي العالم خدها منك بعد كده فكرة المعادلة الشاملة بحارب اللي بيرفع السلاح بحاربه بالجيش والشرطة بالقوة وبالسلاح لكن كمان عندي حرب أو مواجهة للفكر المتطرف اللي بينتج عن الإرهاب مواجهة البيئة الحاضرة بالضبط بحاول المجتمع اللي ممكن ينتج هذا الفكر بطهر المجتمع من هذه البيئة اللي بتنتج لهؤلاء اتنين إنك لأنك امتلكت هذا قدرت تفرض إرادتك على حدود أمك القومي أيا كان يعني إذا جازل تعبير انت خلقت كمان المجال الحية وجديد لأملك القومي بالضبط وقلت الخط الأحمر لما بتحط خط أحمر بتحط وانت عارف إنك تقدر تحميه والجميع يعلم إنك تقدر تحميه وبالتالي محدش بيقرب منه فلما قلت خط أحمر في منطقة معينة في ليبيا قبل ما الوقت بس يعني يجري بينا حضرتك يعني اشتغلت في ملف التعديات فترة طبعا طبعا في اللجنة مع المهندس وما زلت أشرب وجودي كمتحدث بسميه لماذا يشكل ملف التعديات بصورة شاملة تحدي للأمن القومي المصري لما السيد الرئيس بالأمس يتكلم ويدي تكليف للأجهزة التنفيذية وليه وزارة الداخلية ولو استدعى الأمر القوات المسلحة بإزارة التعديات كل ما جرى في التلاتين سنة اللي فاتوا ويبقى التمام بعد ستة شهور يبقى احنا أمام جرز انزار حقيقي طبعا بص جزء من أمنك القومي قردك لسروتك اللي لو ضعت منك هتبع عندك مشكلة أي حد يقعد يفتل في موضع الأمس التهدير بتاع المياه تصرف مليارات عشان نقطة مياه أي حد هيقعد يفتل في هذا الموضوع قبل ما يفتل يا ريت يقعد يمسك المعلومات صح ويعرف خسرتك من كل قراط أرض بيتم إهضار والبناء عليه أو كل نقطة مياه بتهضر وبيتم التعدي عليك لازم يبقى عارف المعلومات امبالح الرئيسي احنا جلنا مسمعش قبل كده فكرة اكتفاء ذاتي بالضبط هو ده احنا مسمعناهاش بس خلي بالك الرئيس امبالح بتكلم كمواطن قبل أن يكون رئيس مواطن غيره على بلده عشان كده امبالح كان بيتكلم بينه وبين الفساد خصومه بالضبط ليه؟ هو خصومته ايه؟ خصومته إن هذا الفساد ضرره على الدولة وعلى المواطن اللي هيتفع تمنه المواطن اللي عمله بنينه مشروعات عشان اعماله حياة كريمة المواطن اللي عمل انشيله هذا ودعمه ده انت بتسرق حد معركة فكرة برده اه طبعا عشان كيف لديك المعلومة تعال نتكلم عن المعلومة بسا طب على سيرة المعلومة بقى فيه سؤال انا طرحته في البداية واشركت السادة يعني المشاهدين فيه قلت احنا بنفكر سوا هل احنا بكل تجرد بنعاني من مشكلة رأيي أو مشكلة حرية رأيي وتعبير ولا بنعاني من مشكلة رأيي بلا معرفة نعاني من مشكلة رأيي بلا معرفة ونعاني من مشكلة مزايدة ونعاني من مشكلة عدم احترام المسئولية في الرأيي بمعنى إنه كثير جدا أولا متقوليش فيك تكنيم ولا في حد حكب على الرأي لأنه ما بقاش ده موجود قصر لا وانت زي يعني بتطلع تقول فيه تكميم وفيه تكميم يعني بالمنطق وبعدين خلي بالك الناس بتتكلم ما انت بتكتب هو الفيسبوك ده ما بقاش من وسائل التعبير العضائي صح بس فيه فرق حتى بين استخدامك الشخصي لأداة شخصية وبين انك تطلع للرأي العام بالزبط توجه خطاب للرأي العام توجه معلومة للرأي العام تطلع للرأي العام في حاجة اسمها حدود المسئولية تعلمها جيدة وانا علامها ودرسناها وحافظناها من اسد زيتنا لتعلق على المنصة هي حدود المسئولية ان الكلمة مسئولية الكلمة مسئولية لما تقول كلمة كاذبة او تقول معلومة مضللة فانت بتدمر ممكنها دي مدرسة رسول مكرم الله الرحمن بالزبط سشار فاتح نجيب الله يرحمه رئيس محكمة رسولة السابق الاسبق او الراحل قال لي جملة بقول له انتو كبابا يا فندم قال لي لا القاضي يوم ما يظلم يظلم متهم واحد فيدمر اسره واحد اه اما القلم او الصحفي او الاعلامي عندما يخطئ قد يدمر امه بالكامل لان كلمته اللي قالها او معلومة الكاذبة تدمر امه اتركت حضرت معانا حتى في البداية تباقول انا من المؤمنين بمقولة فولتير اه استعد اموت اتعشان دفور راية بس ما تموتش مجتمع بس فولتير ما قالش تموت مجتمع لك انا بس ما تموتش مجتمع وبالتالي فكرة المزايدة بمعلومات مضللة غير حقيقية او محطوطة في سياق غير سياقها لا ده تجارة ومزايدة على بلد لا تحتمل المزايدة في هذا التوقيت انت بتحارب ارهاب بتحارب مخططات بتحارب الناس مش عايزينك تعمر وانت كمان جاي تضرب من جوة وحاجة تانية فكرة ان انت حتى ما تخليش الناس تشعر بانجازها بالضغط ما هو ده على الفكرة الناس ما تشعرش بانجازها باللي بتحققوا اسألك سؤال المرات دي بقى انا اللي هابقى موليها السلام وقت الهجمات لتشويه الدولة وقالة الدولة امتا كل ما تعمل انجاز اول ما تعمل انجاز تلاقي حملة لتشويهة وجاذب انظار المواطنين او محاولة جاذب انظار المواطنين لحاجة تانية عشان الانجازنا ما يظهرش بورو مبارح تبتفتتح اكبر محطة معالجة مياه صرف في العالم في العالم هتخدم انها تزرع خمسمائة الف فدان في منطقة سينة طب احنا ده يعني جبنا بالخير صيرت الله يرحمه الاستاذ مكرم الاستاذ الاجيال يعني استاذ مكرم محمد احمد رحمة الله علي الاستاذ هيكل برضو الله يرحمه الله يرحمه طبعا عنده مدرسة برضو لما تيجي تقرأ اي حاجة لازم تضيعها في السياق التاريخي السياق التاريخي والسياق الجغرافي بالظبط انت قاعد مبارح بتسمع اسم بحر البقر اللي هيروي سينة اه لما تضيعها في السياق التاريخي وفي السياق الجغرافي هتفتكر اللي انت قلته هلقاو ان قبل معنى كبير قوي في الكبرياء قبل 51 سنة معنى كبير قوي في كفاح الأمم قبل 51 سنة كان اسم بحر البقر مرتبط بألم ألم معناه صح ألم طبعا النهاردة بحر البقر بنقولها مسجلة في مصورة جيز مصورة جيز وبتعمل بتعمر سينة تعمر سينة اللي كانت محتلة اللي قتلنا عشان نستردها هو ده الفكرة لا وفكرة تعمير او الحديث عن تعمير سينة لطالما تردت اه لطالما قيل لكن أنت امتلك الفكر والرؤية والإرادة والأدوات لتعمير سينة هو ده هو ده الجديد هو ده اللي فعلا اللي احنا بنشوف بقول لك على حاجة برح لما رجعت فاحنا رجعنا كنا من سينة فانا رجعنا في ساعتين ووسط قريبا وحاجة زي كده فالزميلي بيقولولي في المجلة ترجعت بسرعة قلتهم لا مهو لا قلتهم خلاص سينة بقت جزء من محافظات مصر بيفصلنا بينها وبينها نفق ثلاث دقايق بنعدي بقينا جوا سينة وبنمشي بسينة أمان ماشي وسط أمان مrage وسط أمان قبل خامس ستثنين ما كنت بتمشي وسط أمان كنت بتمشي وانت مرعوب النهاردة سينة تمشي وسط مشروعات على مشروع قوم من الطرق وعملق أنا روحت على فكرة.. حوالي ساب 거 روحت للعريش تمشي على مشروع قوم من الطرق تمشي في اسكن الاجتماع بتعمل شفت اسكن الاجتماع بتاع العريش انو حضرت تمشي في مصانع للرخان في مصانع في جماعات بتتمل لأ سينة دي من قبل خامسه يمكننا بقول ليأخواننا سينة دي كنا بتكلم عن تانيتها كحلم غير وطلع بعض الكتاب قال لك لان تنمى ولان تعمر لانه في ناس مش عايزها تعمر لان عايزين يحتل لهم رجال فاكر الجلام اللي كنت قد ده ولا لأ النهاردة لأ تبتعمر سينة تبتفتح فيها مشروعات من أضخم المشروعات وأكبر المشروعات تبتحقق فيها ما يفوق الخيال بالفعل ليه؟ لان سينة جزء من مصر وجزء عزيز على مصر جزء مقدس ومقدس مصر وجزء من الجمهورية الجديدة جزء رئيسي من الجمهورية الجديدة اللي بيبنيها رئيس عفتاح السيسو الدول المصرية هو ده رؤية تكلسينا تكلسينا الأنفاء اللي اتحملت المدن الجديدة بين العبد الجديدة العريش الجديدة ورفح الجديدة انت بتعمل فيه؟ المناطق دي من قبل سب 6 و سنين كنا بنقول دي مناطق إرهاب لا أنت ما عندكش إرهاب أنت عندك دولة مصرية قوية دولة عافية عارفة تفرد الألم وتفرد السيطرة اللي مش راهم ده بيجي يفهم بيعرف وبتاخد المراسلين الأجانب توريه أدي سينة عشان تعرف أن سينة أنت ماشي وصل سينة دلوقتي كان معانا مراسلين أجانب مبارحة هو سينة طيب هو سينة دي سينة اللي كنت تتكلم عليها إرهاب لا سينة النهاردة تعامل سينة النهاردة بناء سينة النهاردة استثمار ده مين اللي عمل ده الدولة المصرية بقدراتها القوية الدولة العافية بمؤسساتها اللي عندها إرادة وعندها إسرار وعندها قيادة تمتلك الإرادة اللي بتهد جبال اللي بتحفر في الجبال عشان تبني هذه الدولة كان عندكو غلاف حلو قوي في المصور ترويد الجبال ترويد الجبال الدولة المصرية روضت الجبال بقى جواها مدن ومصانع ومشروعات عملاقة ده بيحصل إزاي؟ حد سأل نفسه عشان تعمل ده كلفت قد إيه؟ حد سأل نفسه اتعمل ده في مدة زمانية قد إيه؟ قبل ما تكتب وقبل ما تحاول تضلل وقبل ما تحاول تزايد ياريت تعرف المعلومة ياريت تعرف المعلومة وللأسف وصلنا للدقيقة ستين ويه بتخلص حلقتنا أستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصورة بشكرة أنا اللي بشكرة على يعني تشريفك ستين دقيقة ياريت قبل ما تزايد تعرف المعلومة دمتم في رعاية الله خلصت حلقتنا ونشوفكم في حلقة جديدة من الستين دقيقة ترجمة نانسي قنقر